موسيقى السلام عليكم نشهة الأخبار نبدأها باللعنوين موسيقى الرئيس الأسد يصدر أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين موسيقى 55 قتيلا و150 مصابا جراء اشتباكات في طرابلس الليبية موسيقى والدفاع الروسي تعلن مقتلى 735 جديا أوكرانيا وإسقاط طائرة و26 مسيرة موسيقى 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 أصدر الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين وحسب الأمر الإداري الذي أصدره الفريق بشار الأسد ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارا من تاريخ الأول من الشهر العشر لعام 2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ الثلاثين من الشهر التاسع لعام 2023 ضمنا وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ الأول من الشهر العشر لعام 2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ستة سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ الثلاثين من الشهر التاسع لعام 2023 ضمنا ونصف الضباط والأفراد الاحتياطيين من مواليد عام 1984 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ الثلاثين من الشهر التاسع لعام 2023 ضمنا والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد وجه الجيش العربي السوري رمايات مركزة على مواقع تنظيم النصرة ردا على مواصلة الأخير خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في حين كثفت وحدات من الجيش عمليات تمشيط البادية من فلول الدواعش وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العام لابري في حما استهدفت برمايات من مدفعيتها مواقع النصرة في محيط قرية العنقاوي وعدد من محاور التماس في سهل الغاب الشمالي الغربي كما مواقع للإرهابيين في الفطيرة وكفر عويد واسفوهن بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومعارة النعسان بالريف الشرقي على أجواء إيجابية انتهى أول اجتماعات لجنة الاتصال العربية وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية عربية كشفت عن بوادر لإطلاق تعاون جدي وفاعل بين مجموعة من الدول العربية مع سوريا من أجل تخفيف العقوبات ومعاناة السوريين مجددا ومن القاهرة هذه المرة يعود الحراك العربي نحو دمشق في اجتماعات لجنة الاتصال العربي بشأن الأزمة السورية أجواء إيجابية تلمستها دمشق بعد أن كشفت الدول المشاركة عن بوادر لإطلاق تعاون جدي وفاعل من أجل تخفيف العقوبات ومعاناة السوريين والذي يعد مسعى دمشق وأولوياتها من أي عملية سياسية اجتماع ضم وزراء خارجية سوريا ومصر الإردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية وفق أحكام القانون الدولي مكافحة الإرهاب ودعم جهود الدولة السورية في المحافظة على سيادة البلاد وأمنها أبرز المخرجات التي اتفق عليها المشاركون قضية الإرهاب أيضا وما تعاني منه سوريا من انتشار تنظيمات الإرهابية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى سيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة تهدد ليس فقط سوريا ولكن تهدد الإقليم وتهدد ما هو أوسع على مستوى علامي تواجد هذه العناصر بكسافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح وتواجد مستمر على الأراضي السورية أمر يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والأمن والاستقرار العالمي عودة اللاجئين من ضمن الأولويات التي ترى دمشق أن العمل عليه ضرورة تتطلب بنا تحتية كما أنها تفتح الأبواب واسعة أمام العرب لبدء إصلاح ما خربه الإرهاب اتصالاً بذلك شرح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الإجراءات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية السامية للاجئين بما في ذلك شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي وذلك لحرص الحكومة السورية على مواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة لإنجاز عودة الألف لاجئين من الأردن فيما يخص ملف المخدرات دمشق أكدت وتؤكد رفضها أن تكون ممراً ومركزاً لتصنيع هذه المواد القاتلة لكل شعوب المنطقة وكما حاربت الإرهاب فهي تحارب أيضاً هذه التجارة غير أن سيطرة الاحتلال والإرهاب على بعض المناطق جعل منها ممراً الأمر الذي يتطلب أقصى درجات التعاون العربي للقضاء عليها ضمن الأجواء التي وصفت بالإيجابية كان لافتاً اللقاءات التي أجراها الوزير المقداد مع نظرائه المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي والتي قالت مصادر لصحيفة الوطن أن أجواء إيجابية سادت هذه الاجتماعات واصفة اللقاء بين المقداد وبن فرحان بالجيد جداً المهم بعد هذا الحراك بالنسبة لدمشق أن يتم تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر والذي ليتم إلا بوجود الرغبة العربية لمساعدتها وبترجمة هذه الأجواء والمخرجات الإيجابية بخطوات حقيقية وهو ما ينتظر أن تظهره اللجنة في اجتماعاتها المقبلة في العاصمة العراقية بغداد بحث وزير الداخلية محمد الرحمون مع السفير التونسي في سوريا محمد بن البشير المهذبي علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الأمني وأكد الوزير الرحمون أن الوزارة حريصة على رعاية مصالح الجالية التونسية في سوريا وتقديم كل التسهيلات للمواطنين التونسيين المقيمين في سوريا ومعالجة أوضاعهم من جانبه أكد السفير المهذبي أنه سيبذل كل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين أصب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس والضفة الغربية أذو أغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم واقتحمته بأعداد كبيرة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح وخمسة وثمانين بحالات اختناق وقامت بعرقلة وصول طواقم الإسعاف إلى المخيم مداخل المخيم مداخل المخيم وقامت بأطلق نار وجرفات وهدم أهل ليلي سامي نقللنا كثيرا هذا البيت الولدنا فيه وتربينا فيه وإشنا أنت العبور لأخير أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين باستمرار حالة التوتر في سجن النقب التي بدأت منذ أيام عدة وأغلقت إدارة السجن الأقسام ودفعت بتعزيزات من وحدات القمع الإسرائيلية كما لفت مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسرى في السجون كافة امتنعوا عن الخروج إلى الفحص الأمني احتجاجا ورفضا لسياسة النقل التعسفية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال هذا ويواصل تسعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري وجهت الأمنية العراقية ضربة جوية استباقية لفلول داعش في محافظة كاركوك وذلك لشل قدرته بعد إعلانه اسم زعيم جديد له وهو أبو حفظ الهاشمي القراشي خلية الإعلام الأمني قالت أن سقور الجو نفذوا بواسطة طائرات F-16 ضربة ناجحة استهدفت وكرا للتنظيم في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كاركوك مبينة أن الضربة أسفرت عن قتل عناصر إرهابية ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلوس إلى 55 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً وفق ما أفاد مصدر طبي الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة أجبرت السلطات على إجلاء مئات العائلات وعشرات الأطباء والممرضين الأجانب إلى جانب إقامة ثلاثة مستشفيات ميدانية وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف الرماد لا ينفي توقد الجمر تحته هكذا هو المشهد الليبي الهدوء لم يكن حذراً فحسب وإنما كان قابعاً متوجساً من وجود كافة الأسباب لاشتعال المواجهة من جديد لم ينعم الليبيون كثيراً بالاستقرار بعد الحرب العاصفة التي حلت بالبلاد ليبحثوا من جديد عن طريقة للهروب من مسكنهم وصاحب الحظ ذاك الذي يظفر بالفرار المشهد في العاصمة الليبية طرابلوس ربما هو نتيجة حتمية لبلاد تسيطر عليها الميليشيات أما الأسلحة فتكاد تباع في المتاجر شرارة الحرب بين أكبر قوتين مسلحتين في العاصمة طرابلوس المواليتين للحكومة الحالية بدأت بإقدام ما تسمى بميليشيات الردع باحتجاز محمود حمزة أمري ما تسمى بكتيبة 444 قتال في مطار معيتيقة أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصرات وعلى إثر ذلك اشتعلت الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة شملت الشوك والفرناج والسبعة والداون في زارة ومنطقة مول الملكية وطريق الشط وجميعها مناطق سكنية في طرابلوس الناطق باسم طب الطوارئ والدعم في العاصمة أكد أن الجهاز تمكن من إجلاء تسع عائلات فقط عالقة في مناطق الاشتباكات في طرابلوس وذلك بعد نداء الاستغاثة منها في وقت لا يمكن الوصول إلى جميع العائلات العالقة بسبب احتدام الاشتباكات في بعض الأحياء مصادر إعلامية أفادت أن جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي قام بتسليم حمزة إلى قوة محايدة خارج مطار معيتيقة بعد اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة مع قادة عسكريين الدبيبة كان قد طالب وزير داخليته ورئيس الأركام بالتدخل لفض الاشتباكات في مناطق جنوبية العاصمة وقف لإطلاق النار في العاصمة طرابلوس أعلنت عنه الحكومة الليبية بعد اشتباكات أحيت المخاوف على مستقبل الانتخابات الليبية خاصة وأنها تتزامن مع انفراجات في المسار السياسي بالوصول إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا مستقبل لبلد تسيطر عليه الميليشيات وتتسارع من أجل السلطة والنفوذ لتبقى مجريات الأمور في المشهد الليبي مرهونة بما تخبئه الأيام القديمة كشفت الدفاع الروسي عن عدد من الأنشطة بأسماء المؤسسات والأشخاص في أوكرانيا الذين تعاونوا مع البنتاجون وغيره من المؤسسات الأمريكية المانحة بغرض إجراء تجارب بيولوجية عسكرية الجنرال إيغور كيرليوف قائد قوة الحماية الإشعاعية والبيولوجية الروسية أعلن أن وزارة الخارجية والأمريكية والبنتاجون هم عملاء ورعاة أمريكيون للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني كما يأتي التمويل أيضا من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأمريكية وذكر أن الولايات المتحدة تستعد لوباء جديد من خلال تحور الفيروسات أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها قضت على 735 جنديا أوكرانيا وأسقطت طائرة السو 25 و 26 مسيرة تم صد خمس هجمات على محور دوناتسك وتدمير مستودع ذخيرة وبلغت خسائر العدو حوالي 250 جنديا وعلى محور كراسني ليمان تم التصفية 55 جنديا أوكرانيا كذلك خسرت كييف 240 فردا على محور جنوب دوناتسك إلى جانب صد هجمتين على محور زبروجيا ما أسفر عن خسارة العدو 170 جنديا بينما فقدت كييف 35 من جنودها على محور خيرسون على هاميشي معرض الجيش 2023 الدولي المقام في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو أظهرت الدفاع الروسي أسلحة ومعدات استولت عليها خلال العملية الخاصة بينها عدد كبير من الدبابات والمدرعات والصواريخ موسيقى أعلنت الدفاع الروسي أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز 95 قامت برحلة مجدولة وفق أو فوق المياه الدولية لبحر اليابان وجاء في بيان الوزارة أن الرحلة مجدولة في المجال الجوي للمياه الدولية لبحر اليابان واستغرقت أكثر من ست ساعات موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة دعا سكان العاصمة النيجيريا نيامي الى تجنيد جماعي بهدف مساعدة جيش البلاد في مواجهة التهديدات المتزايدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس وفي وقت سابق اكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري احمد عطاف ان اي تدخل عسكري في النيجير سينتهي بالفشل بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية يتأهب قادة الانقلاب لمحاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى في حين يبدأ رئيس وزراء النجر المعين من المجلس العسكري علي الامين زين زيارة لتشاد يبحث خلالها مقترحات لحل الازمة في بلاده وفي الوقت الذي فشل فيه مجلس السلم والامن الافريقي بالتوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النجر وقرر عقد اجتماع اخر دون تحديد موعده قال محلل الشأن الافريقي ان ازمة النجر تحصد كل يوم ارضا جديدة وتبدد الامال الدولية في انهاء السيطرة على نيامي وعودة السلطات الدستورية وذلك على الرغم من التضامن الشعبي داخليا وعدد من دول الجوار خارجيا نهيك عن فشل الاتفاق على تدخل عسكري حاسم لانهاء الازمة وامتدادا لذلك فورة ارهابية تدق ابواب منطقة الساحل وغرب افريقيا استغلالا لانشغال دول المنطقة بالتداعيات الانقلاب العسكري في النجر والامر الذي لا يعد صدفة ان ذلك تزامن مع ايقاف واشنطن والاتحاد الاوروبي تعاونهما الامني والاستخباراتي مع بعض هذه الدول احتجاجا على الانقلابات العسكرية فيها اما وجهة نظر واشنطن كانت كعادتها على لسان وزير خارجيتها بلينكين انه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لاعادة الامور الى نصابها في النجر لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريدها اي عودة الانتظام الدستوري واعتقد انه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتائج نواصل دعم وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي ممثلون الخاص يواصلوا الاتصال مع جميع الاطراف لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما اشارككم فيه مع مرور ما يزيد عن عشرين يوما على الاطاحة بالرئيس المخلوع محمد بازوم واستلاء العسكريين على السلطة في النجر يبدو ان ما جرى بات واقعا ستضطر معه العواصم الرئيسية حول العالم للتعامل معه تجنبا لحرب داخلية تهدد مستقبل الاقليم بشكل كامل اخبار الاقتصاد مع سارة خضلي سارة شكرا وخنور اهلا بكم مشاهدينا الى النشرة الاقتصادية والبداية مع العنوين الرئيس الاسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والاجور المقطوعة وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100% وتحذيرات من خفض تصنيف عشرات البنوك الامريكية والفيدرالي يلمحوا بان الوقت لم يحن بعد لوقف رفع الفائدة اهلا بكم اصدر الرئيس بشار الاسد المرسومين التشريعيين رقم 11 و 12 القضيين باضافة نسبة 100% الى الرواتب والاجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وورد في نصي المرسومين الذين اصدرهما الرئيس الاسد ان هذه الزيادة على المشاهرين والميومين والمؤقتين سواء كانوا كلا ام عرضيين ام موسميين ام متقاعدين ام بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او بموجب سكوك ادارية وكذلك العاملين على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول ويعمل بالمرسومين اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما اصدرت وزارة المالية تعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و 12 للعام الجاري والذين يقضيان باضافة نسبة 100% الى الرواتب والاجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين واوضح كنان ياغي وزير المالية ان الوزارة اصدرت ايضا البلاغ المتضمن تعليمات صرف الزيادة الناجمة عن تطبيق احكام المرسومين والسماح بتجاوز على الاعتمادات المخصصة للرواتب والاجور والتعويضات في موازنة عام 2023 لافتا الى ان التكلفة السنوية المقدرة للزيادة تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اسعار المشتقات النفطية المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل مشيرة الى انه لا يوجد اي تعديل على سعر ربطة الخبز وحسب عدد من القرارات التي اصدرتها الوزارة اصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد فيما اصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد كما اصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الادوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد اما سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 المدعوم اصبح 8000 ليرة سورية للتر الواحد فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الاوكتان 95 ب13500 ليرة سورية للتر الواحد حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي للحوالات والصرافة ب10700 ليرة للدولار الواحد ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب11679.5 ليرات سورية لليورو الواحد وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة الى الاشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية حدد بمشاركة 85 شركة صناعية وطنية متخصصة بمختلف المنتجات انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا بدورته 148 وذلك في مدينة النبك بريف دمشق في خطوة جادة للتدخل الإيجابي في الأسواق وإيصال المنتجات الاستهلاكية والغذائية المتنوعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا بدورته 148 والذي يقام في صالة نادي النبك الرياضي بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق خلال جولتنا لاحظنا هناك 80 شركة من غرفة الصناعة والتجارة مشاركة في مهرجان النبك وهناك تنزيلات كبيرة جدا تساعد أختنا في النبك للنهوض بحالة معيشية وخاصة أننا نعيش في ظروف خاسية هذه الأيام الحصار الاقتصادي والظنك الاقتصادي التي تعوم بلادنا خلال وجودنا بهذا المهرجان أو بهذه الأسواق التي هي عامل رئيسي بأنها تلغي حلقة الوصل ما بين المنتج والمستهلك وبالتالي هي عم توفر كثير على المواطن وخاصة بزل هذه المرحلة الصعبة الاقتصادية التي عم نعيشها عدد الشركات المشاركة فاق 80 شركة مقدمة منتجاتها المتنوعة نحن اليوم بمهرجان تسوق بالنبك في التعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها لدينا أكثر من 80 شركة مشاركة من غذائيات ومنظفات وألبسة واكسسوارات يضم المهرجان الذي تشارك فيه 85 شركة صناعية وطنية منتجات متنوعة غذائية ونسيجية وكيميائية بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق التجارية اليوم نحن مشاركتنا بصناعة في سوريا بمدينة النبك بأكثر من 80 شركة مشاركة من كونسروة أجبان وألبان حتى السورية للتجارة معنا اليوم وهذا كله دعم للمواطن عندي أنا مادة الرزين يلي هي تطبيق صور شخصية شعارات شركات مثلا تطلب شعار لشركتها بعملها وتطبيق موديلات المعادن نحن أنا كزا سنة منشارك على طول بكل المحافظات وهي الدورة بالنبك أنا بشتغل يدوي حرفية في كل شي بس يعني أسعار تقريبا أقل من السوق شوي منتجاتنا شراب ورد ماء ورد كريمات تجميلية لدينا الأسعار أرخص من الأسعار السوق بـ 25% تقريبا تأتي أهمية هذا المهرجان بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد وموسم المونة المنزلية حيث يوفر جميع المستلزمات بسعر قريب من سعر التكلفة دون وسيط الأمر الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك معا بالانتقال إلى أخبار الاقتصاد العالمي حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني من أن القطاع المصرفي الأمريكي اقترب من مصدر آخر للاتراب وهو خطر خفض التصنيف لعشرات البنوك الأمريكية وهو بذلك يريد التكهون بتوقيت هذه الخطوة المحتملة أو تأثيرها على الشركات ذات التصنيف المنخفض تسببت شركات التصنيف الاقتماني التي يعتمد عليها مستثمر سندات في اضطرابات الأسواق مؤخرا فبعد التخفيض يأتي التحذير حيث خفضت وكالة مودز خلال الأسبوع الماضي تصنيف عشرة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وحذرت من أن التخفيضات قد تأتي لسبعة عشر مقردا آخر لتسير على خطة فيتش وتحذر من أن الصناعة المصرفية الأمريكية اقتربت من مصدر آخر للاطراب والمتمثل في خطر خفض التصنيف الشامل لعشرات البنوك الأمريكية التي قد تشمل حتى أكبر بنك في العالم جي بي مورغان وفي وقت سابق من هذا الشهر خفضت وكالة فيتش التصنيف الاقتماني طويل الأجل للولايات المتحدة بسبب التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة فضلا عن تزايد عبء الدين العام وتآكل الحوكمة والتحذير مستمر وقال المحلل في فيتش كريس وولف إن الوكالة عازمة هذه المرة على إرسال إشارات إلى السوق بأن تخفيضات البنوك رغم أنها ليست نتيجة مفروغا منها تشكل مخاطرة حقيقية وفيما يتعلق بما يمكن أن يدفع فيتش إلى خفض التصنيف الاقتماني للصناعة فإن العامل الأكبر هو مسار أسعار الفائدة هذا وأعربت فيتش عن قلقها بشأن تأثير التخلف عن سداد قروض المكاتب على البنوك الأصغر ومن الصعب التنبؤ بتأثير مثل هذه التخفيضات الواسعة في أعقاب التخفيضات الأخيرة لشركة موديز والتي أعرب المستثمرون جراءها عن مخاوفهم من أن بعض البنوك قد تغلق بالكامل في أسواق الديون ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف أيضا إلى أحكام غير مرحب بها في اتفاقيات الإقراض أو العقود المعقدة الأخرى ففي ظل هذه القرارات الصعبة والمتسارعة البنوك في خطر والمستثمرون في ترقب هذا واعتبر رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس أن التضخم الأمريكي قد يسير في الاتجاه الصحيح لكن من السابق لأوانه أن يعلن المركزي الانتصار في معركة احتوائه هذا ويرجح متدول العقود الآجلة حاليا بنسبة تقارب التسعين بالمئة أن يصوت الفيدرالي على إبقاء معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه المخصص لهذا الغرض الشهر المقبل لا يمكنني القول أن ننتهي من الأمر لكنني أرى مؤشرات إيجابية إنهم أسير التضخم في الاتجاه الصحيح بات ممكن للإحتياط الفيدرالي أن يستغرق فترة أطول في جمع مزيدا من البيانات قبل أن يقرر مواصلة رفع معدلات الفائدة الاحتياط الفيدرالي قد يبدأ خفض معدل الفائدة الإسمية في العام المقبل إذا استمر التباطئ بارتفاع الأسعار في الاقتصاد الرقمي أطلقت روسيا المرحلة التجربية للروبل الرقمي في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها وتشمل المرحلة 13 مصرفا و600 فرد يمكنهم القيام بدفعات في 30 نقطة بيع في 11 مدينة روسية أما عمليا اختبر مصرف بي تي بي ثاني أكبر بنك روسي بنجاح التعاملات المالية باستخدام الروبل الرقمي في تطبيقه على الهواتف المحمولة وعلى غرار العملات المشفرة يعتمد الروبل الرقمي على تكنولوجيا سلاسل الكتل بلوكتشين التي تسهل التعاملات المالية المباشرة من خلال قاعدة بيانات لا مركزية فيما يكمن الاختلاف الوحيد في وضعها كعملة رقمية تابعة للمركزي ما يعني أنها خاضعة لرقابة مشددة ختم الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع نزال شكرا تشارف أعمال الترميم والتأهيل لسوق الحددين بمدينة حلب القديمة على الانتهاء بعد إنجاز الواجهات الحجرية للسوق وتركيب الأبواب الخشبية والمضلات التقليدية والتحضير لأعمال البلاط الحجري لأرضيات السوق سوق الحددين المجاور للجامع الأموي يعد أحد أهم المداخل للأسواق التقليدية في مدينة حلب القديمة والتي كانت تستخدم لبيع المكسرات والحلويات والأوان النحاسية تتقاطع مع بعضها بدءا من باب طاكية غرب المدينة وانتهاءا بقلعة حلب شرق المدينة القديمة تشارف فيها أعمال الترميم على الانتهاء حاليا موجودين بسوق الحددين هو أحد المداخل الشمالية للأسواق التقليدية طبعا هذا السوق له أهمية لقربه من الجامع الأموي وأنه هو مدخل الشمالي هام لأسواق حلب التقليدية اللي تنفذ فيه هو مشروعين الأول هو تركيب الأبواب الخشبية المضلات الخشبية إنارة بالطاقة بديلة بالإضافة لترميم سبع محال لم يتم ترميم واجهات الحجرية أصحاب المحلات التجارية في السوق بادروا لأخذ رخص الترميم والبدء بإعادة التأهيل وتم تنفيذ مشروعين للترميم داخل السوق الأول كما تم بموجب الاتفاقية الموقعة بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة حلب ومجلس المدينة والأمانة السورية للتنمية تنفيذ الأبواب والمضلات الخشبية والإنارة بالطاقة البديلة كما تم ترميم وتأهيل الأقواس الحجرية لسبعة محل تجارية نلاحظ أن العمال التي تمت تمت على مرحلتين مرحلة الأولى كان عمال ترميم واجهات المحلات إعادة الفاقد الحجرية إعادة الأبواب الخشبية بالإضافة إلى النظلات الخشبية أيضا بعد هذه المرحلة تأني المرحلة الثانية وطبعا بكادر وطني كامل حتى المرحلة أولى كادر وطني كامل وبتمويل كامل من الدولة بالنسبة للسوق نحن فكنا البلاط وقعدنا تركيبه طبعا عم نستعمل الأدوات المتوفرة حاليا بالنسبة للمونة طبعا ما منحطون مونة كالسية مثل ما منعمل بالمشاريع البناء والحجر والأقواس هنا بتركيب بمونة عادية من الإسمنت الأسواق 37 محلا في السوق تعرضت للخراب والدمار جراء الإرهاب وتمت إعادة تأهيل وترميم أسواق السقطية والحبال والأحمدية وخان الوزير وساحة الفستوق وحاليا الحدادين قناة سمى الفضائية كنان علوش حلب الشابة بالاعتماد على وصفة الأجداد تؤسس هديل ووالدتها مشروعهما الصغير في السوداء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين وضع الأسرة ماديا تخلع هديل مريولها الأبيضة قادمة من المخبر الطبي مكان عملها صباحا لترتدي مريولها الخاصة بالعمل في مشروعها المنزلي والذي أسسته بمساعدة والدتها ألا وهو صناعة الكشك فهديل طالبة جامعية في كلية العلوم وقد وجدت في مشروعها الصغير سبيلا لتحسين وضعها المادي والاكتفاء الذاتي إلى جانب عملها المخبري بدنا مشروعنا صغير لنحقق الاكتفاء الذاتي ونحسن الوضع المادي بلاشنا بمواد بسيطة أولية موجودة ببيئتنا متوفرة والحمد لله صار عندنا أقبال كبير من الناس بسبب شغلنا النظيف والإتقان بالعمل هلأ الشغل مش عيب العيب أنه نعتاز ونحن قادرين نشتغل لا تجد هديل أو والدتها صعوبة في العمل بل تنجزان مراحل صناعة الكشك بتعاون وسعادة فهذه المادة الغذائية البسيطة تتكون من مواد أولية متوفرة في السويدة صيفا تبدأ من البرغل الذي ينقع باللبن الرائب لمدة أيام بعدها تعمل الشمس على تشفيفه ليصبح بمراحله الأخيرة قبل تحضيره للطبخ شتاءا من ثلاث سنين بلشنا مشروع صناعة الكشك أنوهديل واليوم الحمد لله صلنا معروفين عن مستوى المحافظة وصناعة الكشك هي أكل يتعلمناها على طريق أهلنا قديما وهي عبرة على البرغل اللي بيتنقع باللبن لمدة سبع تيام وبيرجع بيننشر بالشمس وبينفرق وبيتاخذ عن مطحلي وبيرجع بينطحل وبصير جاهز للطبخ بحب وإتقان ومواد بسيطة وبإمكانيات متواضعة تحضر هذه الأسرة الصغيرة طبقا غذائيا شتويا مهما لمعظم الأسر في السويداء بوصفة متورثة عن الأجداد إمانا منها أن القادر على العمل لا يعدم الوسيلة لتدليل الحاجة من السويداء أمالي الشومري لقناة سمى الفضائية تذكرهم بالعنوين الرئيس الأسد يصدر أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين 55 قتيلا و150 مصابا جراء اشتباكات في طرابلوس الليبية والدفاع الروسي تعلن مقتل 735 جنديا أوكرانيا وأسقاط طائرة و26 مسيرة إلى اللقاء